اشتركوا في القناة موضوع حلقة النهاردة سرقات محمد هو محمد كان بيسرق؟ كان بيسرق آه بيسرق إذا هنشوف دلوقتي بيسرق إيه خلينا نبتدي بأول حاجة من سورة طه 71 بيقول إيه قال أمنتم له قبل أن آزن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم استحدى هذا حوار بين فرعون يعني يتكلم على موسى وكده فبيقول إيه لقطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلب أنكم في جزوع النخل إلى آخر الكلام يعني فرعون بيقول إيه ده أنا هقطع إيديكم وأرجلكم من خلاف وأصلبكم أول حاجة فرعنا ما عندهمش حاجة اسمها صلب الدليل؟ الدليل دونة أنتو دليل الدليل إن الصلب ده جيب في الحكم الروماني ما كانش معروف أصلا ما فيش في الموميات الموجودين ولا حد ما تقطع يده ما تقطع يده ولا حد ولا رجله بالعكس خالص ولا بيصلب فدي معلومات فإحنا مصري دي مليانة موميات يعني أكتر بلد فيها بيطلعوا في الأثار والبلاد اللي فيها حضارة يا فرحة المتحدرة ما تلاقيهمش بيقطعوا أجزاء جسم الإنسان صحيح ده تمثيل بالجسس وهم أحياء لإنه أنه برغم أنه هم ادعوا لفرعون كذبا وزورا وبهتانا أنه قال كده لإنه محمد سرق من مين؟ من فرعون راح قال في سورة إيه؟ ما إيه ده تلاتة وثلاتة؟ سرق من فرعون زورا أبوه بهتانا أه زورا وبهتانا لأن فرعون ما عندهش الحاجة أه فرح قال إيه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعونها في الأرض فسدا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض يعني لذى لفرعون وبيقول بصوا إيش معنى فرعوني يعني أنا فرعون زي وبرده فرعون كافر بالنسبة له مش بيعبط ربنا هل الله بيقلت فرعون؟ أه يعني هو مع الله هو فرعوني يعني برضه أه يعني زي الله تاخد أحكام أنت شايفها واحد كافر زي فرعون يا الدعي اللي قلوه هذا ما بيقوله يعني يلزق الجسم الإنسان ويصلبهم وبتعني تروح أنت واخد نفس الأحكام وتحملها الشريعة من عندك كأنك أنت صاحب الاختراع يعني بص يا مارينا برضه في سورة المائدة 38 في الآية المشهورة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبني كلم من الله والله عزيز الحكيم محمد سرقها مني هقولك في ابن كثير بقى قال إيه قال إن الآية دي السارق والسارق فاقطع إيمانهما ده ابن بسعود بيقولها وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية ها في الابن كثير بيقول وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية فقرر في الإسلام يعني إيه يعني القطع ده قطع السارق والسارقة معمول في إيه محمد أمواخد من الجاهلية يعني ومحمد مولود كان بيشوف الناس وفي تفسير القرطبي في نفس الصورة مارينا وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد ابن المغيرة اللي هو أبو مين له أبو تقريباً أبو خالد مش كده الوليد ابن المغيرة الوليد ابن المغيرة ها فأمر الله بقى قطعه في الإسلام يعني الوليد ابن المغيرة هو اللي كان بيطع لإيد فالله أكبر أمواخدها من الوليد ابن المغيرة الكافر ودق وطبقها في الإسلام وفي حاجة كمان يا فرحة لازم برضو نسلط الدق عليها إن شبه الجزيرة العربية ما كانش في حاجة يعرف حاجة اسمها سجن وما عرفوش يعني إيه سجنهم في خيمة ما عرفوش مش بلاد متحضرة يعني شوفي فرعون كان عنده سجون وسجن يوسف ومذكور في القرآن وسجن وحاجات زي كده لكن في شبه الجزيرة العربية ما عرفوش اللي عقوبات بدنية على طول بدنية يعني حد صلب اتبح يعني كل حاجة اتباح اتعيده ودي معاملة غير إنسانية بتاتا ولا حتى في عهد موسى كانت موجودة كانوا في حتة لوحدهم كده اه دي حاجات تمثيل بالجثس وهم أحياء صحيح فدي ضد حتى فكرة الله ربنا ميقولش اتعيده اتعرجله واتع مش عارضه صحيح صحيح ناخد كمان سرقة من السرقات اللي سرقها محمد في صورة الحشر ستة بيقول ايه وما أثاء الله على رسوله منهم لما نروح للتفسير الكرطبي يقولك ان كان اهل الجهلية كانوا اذا اختنموا اخذ الرئيس ربعها لنفسه ايه ياخد ايه الربع وهو المربعي يقولك ده اسمه المربع ده رئيس العصابة العصابة اللي طلعه ياخده الربع يعني بيسرقوا المغنم يسرقوا يطلعوا القبيلة على القبيلة يروحوا واخد هو الربع وده اسمه المربع وبعدين يصطفي يعني غد ده صفي المغنم اه يصطفي فجعل الله هذا لرسوله يقسمه في المواضع التي امر بها ليس فيها خمس فاذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا وبعدين واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولز القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل يعني محمد بدل ما كان ياخد الربع الله خلاله ياخد ايه الخمس وصفي المغنم صحيح يعني هو الواحد وخمس وصفي المغنم وبيقلد يقلد الحرامية بس عشان هو بقى اطلع بالردبة اعلى بقى نبي الوظيفة يعني خد درجة اعلى بقى نبي فاخد الخمس الخمس اقل اقل اه صح الخمس اقل بس عشان يكسب يعني بدل ما يعني يعمل تخفيض عشان ياخد اه 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 بس هو ليه حاجات تانية ليه صفي المغنم وليه حاجات تانية فوق الخمس كمان بس الخمس اه ازاي يعمل حاجة زي كده يا مارينا بيقلد كل حاجة تقليد بيقلد ويقلل علشان ماذا فينا الله في الموضوع يعني لأ وبيقلل علشان الرجالة الحرامية اللي بيطلعوا مع الناس التانية اللي اتعالوا معي انا اه بقى انا هاخد الخمس ده بياخد الربع انا هاخد الخمس اقل منه اصدق فكرة ياه فكرة حلوة يسرق يسرق اه يعني سرق كده وبعدين عشان برضو يسحب رجل الناس تانية اه اللي ايه جمعا بياخدوا الربع ان انا هتاخدوا اكتر هتاخدوا اكتر اه بس هو ابتدى برضو ياخد حاجات زيادة غير الخمس هو مش هو ليه حاجات زيادة غير الخمس صفي المغنم دي كانت عندك كل الناس اه بالنسب اه بالرسول كان بياخد حاجاتك كتيرة يعني اه عموما خلينا ان في المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام فيه واحد اسمه دكتور جواد علي ده عامل انا شفت الكتاب ده رهيب اه اه فبيقول ايه في حكم زيل مجاسد وهو عامر ابن جاشم ابن غنم ابن حبيب فيه توريس البنات توريس البنات فقد كانت العرب مصفقة على توريس البنين دون البنات فورس زو المجاسد وهو الذي قرر ان للذكر هو الزل مجاسد ده قرر اه هو اللي قرر اه قرر ان للذكر مسحة للانسيين يا صدف ياولاد وقد وافق حكمه حكم الاسلام شوفوا الصدف يعني اسلام سرق من ده قبل الاسلام على فكرة ده تاريخ العرب قبل الاسلام فوافق بيقولك وقد وافق حكمه حكم الاسلام لذكر مش لحظة الانسيين شوفت الصدف اه سرق منهم هو سرق طبعا هو سرقه بس شوفه هو بيقول ايه جواد علي وقد وافق حكمه حكم الاسلام هم كمان فيه شعب تقول ان من البنات كانت لا تورس وطبعا ده كذب لان خديجة دي كان عندها نصف ايه نصف صروة تجارة تجارة كريش اه فده كذبة من اكاذيب الاسلام وبرضه سرق من واحد اسمه زولم جاسد زولم جاسد زولم جاسد قال اللي ذكر مثل حظة الانسيين فأموخدها سرقها صدف برضه في المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي بيقول ايه كان صعصع ابن ناجية جد الفرصدق الشاعر المعروف جد الفرصدق واحد اسمه صعصع من اشرف تميم يشتري البنات ويفضيهن من القتل كل بنت بناقتين اشربايتين وجمل فجاء الاسلام وعنده سلاسونة موقودة يعني لما دخل الاسلام كان عنده ايه ثلاثين واحدة فداهم فداهم اللي هما كانوا حيتوائدو ايوة وذكر انه فدى اربعمائة جرية جرية يعني بنات اه بنات وقيل ثلاثمائة ثلاثمائة اه وقالوا ثلاثمائة جرية من الجهلية حتى ما جاء الاسلام وذكر على الانسان الفرصدق انه قال احيا جدي اثنين وتسعين موقودة كمان جده اه يعني حاجة كان هما بيعملوه منتشرة اه منتشرة وانه منع الوقت في الجهلية فلم يدع تميما تأد وهو يقدر على ذلك وذكر انه قال للرسول انه اشترى ميتين وتمانين موقودة يعني رسولك انا عارف دفع عن كل واحدة من هما منهن ناقتين عشر وطين وجمل عشر يعني يعني عشار يعني محامل يعني وانه كان لا يسمع بموقودة يراد وقدها وهو يتمكن من احياء اللجاء اه اللجاء والدها يعني يقول له انا ممكن افديها فدلوقتي يعني اذا الموقودة تزقيلت بأي زم زم من قتلة والمسلمين بيطلعوا يقولوا لنا كانوا يقدروا منع وقت البنات طيب في واحد اسمه عمر زايد بن عمر ابن نفيل كان هو كمان بيمنع الوقت البنات وهو بيدفع الفلوس للناس اللي عايز يوقت بنته يقول له انا انا هتكفلها ملكش دعا بس ما تموتهاش وده كان قبل الاسلام وفي صدر الاسلام عمر زايد بن نفيل زايد بن عمر ابن نفيل كانت كمان لا يأكل مما يزبح للأصنام ورسول الاسلام خطها منه خلي بالك قال له اني لا أكل مما تزبحون على أنصابكم احكيلي الحكاية دي الله يخليك مرة عمر ابن نفيل كان قاعد كان رسول الله قاعد هو وزيد بيأكل على أنصاب هو وزيد بيأكل مما زبح على الأنصاب فمر بيها عمر ابن نفيل وده في البخاري يعني مر عليهم عمر ابن نفيل اسمه كده صح فرح ابن نفيل وخلاص عزموا يعني الرسول عزموا فرح قال له اني لا أكل مما تسبحون على أنصابكم ولا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه أم الرسول واخدها منه واخدها وحطها آية من بعده ومن بعده الرسول لم يأكل على النصب على النصب من بعده يعني تعلمها منه يعني سرقها وحطها في القرآن برضو دي آية قرآنية بالزبط اللي يأكل حتى لازم دلوقتي يقولك إيه الزبح حلال ليه حلال ليه يذكر اسم الله عليه وإنه ركس أو حاجة زي كده يعني نجاسة لو أنت كلت لحمة مش مسكول اسمه طب دي أنت سرقها يبقى أنت سارق الأنفال سارق تقطيع الإيد والأرجل سارق وقت البنات سارق الميروس والسارق والسارق سارق الحج يا فرح يعني ما هالحج ما حوالين الكعبة ما كان الوسنين بيعملوها طب ما أنت سارقها ولما كان بيقصفة والمروة وتحرجوا الصحابة قالوا قالوا إحنا متحرجين إن إحنا نعمل زي ما كنا بنعمل في الجهلية كانوا صلمين كانوا بيتوفوا عند الصلمين أساف ونائلة أساف ونائلة فقالوهم دي شعقر الله يلا هاعملوها دي شعقر الله يعني أنت ما سارق الإيه؟ سارق الحج والحجر الأسود ما هالحجر الأسود كان في الجهلية سارق طريقة اللبس يعني هما كانوا بيلبسوا بها نفس الكلام يعني الماشية اللي هي الرملة كانوا بيرأي بيها فأنت سارق كل السرقات اللي أنت سارقها دي وفاكر إن هو جايب جديد هو مش جايب جديد خلص هو حافظ على وسارق كمان من الكتاب الموقات السامرينة طبعاً في حاجات سارقها يعني حبيبتي بيقول لك إيه ما لم تره عين كل المسلمين يعرفوها دي ما لم تسمع ميه؟ طبعاً دي سارق من كتاب الأممين اللي قالها؟ بوليس اللي أنتو بتكرهوه أصلاً بيكرهوه عموه هو مشروء ما لم تره عين ولم يأخطر على بل إنسان ما عده الله للذين يحبونه طبعاً أنت سارقنهم سارق حتى وترى يجري بيها أي أنا صدقين يا مارينا أنا بفضل أديه في الوقت معانا دقيتين كمين أه صدقين يا مارينا أنا طول ما أنا بقرة في الكتاب المقدس بشوف حاجات رهيبة ولي مش معقول وبعدين في حاجات يقوم عاكسها ميرداش ياخدها في حاجات اللي هي تهين الإنسان المحلل المحلل ده في الإسلام عكس اللي جي في الكتاب المقدس بالضبط لكن في حاجات عشان الحلقة بتاعتنا السارقات هو واخت حاجات كتيرة من الكتاب المقدس كتير نقشها كده وبعدين في حاجات تانية واخدها من أساطير الأولين وفاكرها إنها من الكتاب المقدس آيو يعني سارق من أساطير الأولين عشان الحلقة بتاعتنا وقتها صغير إحنا ما جبناش كل حاجة واخد من أساطير الأولين واخد من التلمود الخرافات واخد حاجات وحطتها وعلى أساس إنها إيه؟ اكبس 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 أنا مسميها واحد يلا هات من هنا وهات من هنا وهات من هنا أنا عايزة أخلص أخلص أي حاجة وأقول من عند ربنا ويكون من عند ربنا والمسلمين مصدقين إن كل ده من عند ربنا لا الإسلام هو يعني هو حب يعملوا الدين فأنا هاخد جزء كده من الجاهلية عشان أرضي الناس الوسانيين الناس اللي معي اللي متعودين يحجوا صح انت عارفة كان فيه كم كعبة ستة عشر أكتر من ستة عشرين كعبة فهم هم متعودين يلفوا حوالينا للحجارة طب أنا مش هامنا حاجة زي كده مانا لقتنهم ما تلفوش محدش يمشي وراي فأنا أسرق التوافق أسرق أحافظ على كل الحاجات اللي هي موجودة وكأنني أنا اللي جايبها كأن الله هو اللي بيقول صحيح ويريد حاجات تنفع للزمن ده يعني تقطيعها الأيدي والأرجل والحاجات دي خلاص محدش دلوقتي فيه حد بيقطع ايده ولك ليس سرق الغاية قريب كانوا بيعملوا كده في السؤال لا بس يعني العالم وفيش حد بيقطع ايد سارق يعني وأنا يعني وقت مش هيسعفنا أكتر من كده لكن الكتاب مقدس بيقول إيه لا يسرق السارق فيه بعد يكل بعمل إيده يعني ما بالذات واللي سرق يرده واللي سرق يرده فيش حاجة اسمها قطع ايده ده ده هالك كده انت تقطع ايده هيقول ده ابن الحرامي وده اخت الحرامي وده مرات الحرامي ده انت عملت تشويه تشويه للإنسان والمجتمع كله وما يقدرش يشتغل بعد كده صحيح فأعزائي مشاهدين يعني وقت الحلقة خلص فإحنا بنقولكو حطوا موضوع النهاردة سرقات محمد تحت المجهر ورجعوا ورانا المعلومات اللي احنا قلناها ونلتقي بكم في الحلقة وحيشوفهم حاجات اكتر ونلتقي بكم في الحلقة القادمة شكرا يا فرحة شكرا 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 شكرا